فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن نزدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدو محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الإخوة في الله والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمزلنا في قراءة كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد بمعالي شيخ الصالح ابن أبو العزيز أهل الشيخ حفظه الله جل جلاله فمزلنا في باب ما جاء في الرقع والتمائم وقال المؤلف رحمه الله تعالى وروا الإمام أحمد عن رويثع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويثع لعل الحياة ستطول بك يا رويثع لعل الحياة ستطول بك فاخبر الناس أن من عقد رحيته أو تقلد وترن أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدي رقبه رواه وكيع وله أيضا أوله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن فقال هنا الشيخ صالح حفظه الله تعالى بقي في تتمة الباب ما رواه أحمد عن الرويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويثع لعل الحياة ستطول بك فاخبر الناس أن من عقد رحيته أو تقلد وترن أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بارئ من طيب فقال هنا أولا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رواه ويفع لعل الحياة ستطول بك فاخبر الناس أن من عقد لحيته قال الشيخ الأثيمين رحمه الله تعالى في قوله من عقد لحيته أي لحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق كما أن ذلك هو سنة لكنهم كانوا يأقدون لحاهم لأسباب منها الافتخار والعظماء فتجد أحدهم يأقد أترافها أو يأقدها من الوسط عقدة واحدة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد في قومه والسبب الثاني الخوف من العين لأنها إذا كانت حسنة أو جميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة فمن عقدها لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم باري أمين وأنه سنة أو جميلة وأنه سنة أو جميلة أنه سنة أو جميلة وأنه سنة أو جميلة أمين المعين من العين باري أمين باري جميلة وأنها سنة أو جميلة وأنها سنة أو جميلة وأنها سنة أو جميلة لأنه ليسيط في اعرف اتبا جعينا عادي ضهم اتبعوا عن طريق اتبعوا مع المشاركات اتبعوا نوع على انتبعوا انتباعوا او انتباعوا بلديك شخص ايضا Par exemple, l'une de ces causes également était la peur du mauvais œil, le fait qu'ils craignaient le mauvais œil. Vous voyez ? Donc lorsqu'ils avaient une barbe qui était belle, qui était bien formée, Alhamdulillah, eh bien ils faisaient exprès de la nouer, de la tâcher, etc. jusqu'à ce qu'elle devienne l'aide, croyant, et même se préserver ainsi du mauvais œil. Donc il dit ici, celui qui attache sa barbe, pour ces raisons-là, et bien les messagers d'Allah, عليه الصلاة والسلام, se désavouent de lui. ثم قال, أو تقلد وترن, أو تقلد وترن. طيب، فقال هنا هذا الحديث وارد في باب ما جاء في الرقا وتمائم. وفيه ذكر تقلد الوتر، وأن محمد عليه الصلاة والسلام بريء ممن تقلد وترن. وفتقدم في أول الباب حديث أبي بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت وهذا الحديث في معنى. إذا أردت هذا الحديث في المقبل ، فكرة في الهاتف الأنم، في حضرت أن يكل المصد من تقلد من سابتنا. يوجد في الحديث في المصد الآدية ، يوجد في الحديث في الدرجة وقلت لعلى قطعت واحدة على تقلد 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 مطر، Donc un genre de corde autour du cou de sa bête. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se désavoue celui qui fait ça. Il y en a vu déjà dans la hadith d'Abi Bachir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un messager afin de dire aux gens de ne laisser autour du cou d'aucune bête ce genre de corde de collier, où il a dit, dans une version il a dit également de qu'ilada, de collier, donc ce genre de corde que l'on mettait autour du cou de la bête sans qu'elle ne soit coupée. Donc il a ordonné à travers son messager de couper tout ce que les gens avaient mis autour du cou de leur bête ou de leur monture. Donc ce hadith, celui de Rawafir, il vient donc confirmer, et dans le même sens que celui d'Abi Bachir, رضي الله عنه. طيب. ثم قال, الشيخ الصالح بذل الله, وقوله, في هذا الحديث, فقلد وتراً, في تقييد بالوتر. وهذا له مفهوم. وهو أن النهي, ليس راجعاً إلى القلادة من حيث هي, بل إلى القلادة التي يعتقد فيها, أنها تدفع العين. وخص الوتر منها هنا. لأن أهل الجاهلية كانوا يقلدون الأوتار وينوطون بها بعض الخرق أو بعض الشعر أو بعض العظام لكي تدفع العين عن الأبعرة. وأما مجرد التقليد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أشعر هدية. وأيضاً فتلت له القلائد، وعلق القلائد لبيان أن ما رسله إلى مكة هدين. فالتقليد هنا خص بالوتر، فيقال القلادة التي تجعل على الحيوان أو على غيره إذا كانت مما يعتقد فيها، أو يختص بها أهل الاعتقادات فإنها أو فإنه ينهى عنها، ولهذا قيدها في حديث أبي بشير الأول بقوله أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وطر، ومنها هنا بيانية. وكذلك هنا قال أو تقلد وتراً، وهذا واضح المعنى في أنه جعل الوتر الذي قلد تميمة. نعم، في الحديث تقلد وتراً، وضع الأطل، وهذا يقبل أن أفلت نعادة في الوتر، في حين، هذا في حال الأطل، ومن غزل الصفial، ومن غزل تقلل، ومن ثم مع البتر أن أفلتنا فإنه يقبل، C'est-à-dire le fait que l'interdiction N'est pas le simple fait de mettre quelque chose autour du cou De l'animal Mais c'est le fait de mettre quelque chose autour du cou de l'animal En l'occurrence ici cette corde Avec la croyance spécifique Que cela repousse le mauvais oeil D'accord ? Donc ici il a spécifié le watar الشرح في شبه خدم رجل منهم لذلك خدم رجل لم يوم ليس في نفس الشراء يجب أن يريد أن نضيف المشاركة يجب أن نضيفهم المشاركة أنه نضيفهم المشاركة يجب أن نحن نشاركة وحرام وقال أستمرهم ويجب أن ننزيفهم ويطرعهم إبقى سيساً أنه يدعط على المكان ويجب أن يدعط للمكانه هذا جميع قليلا فإن يعطيه بأنه مكان مكان أنه كان أساسه للمكانه حرام لبعه الله المترجم للقناة يعني انتقليد المطنقر أمريك أمريك هنا كان مطنقر أمريك بمطنقر عام الأمريك نعم يعني مطنقر أمريك مطنقر في مطنقر وهذه المطنقر في هذه المطنقر يجب أن تكون الإسلاميات الإسلامية إذا كان هذا ما هو إنترد لذلك في الحديث من أبو بشير رضي الله عنهم كانت أيضًا في الحديث عندما يجب أن 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 يجب 続ح القدر له أستمر هنا أن يجب ج haters انه من لا يجب أن 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 أوضع نعم donc pas n'importe quel collier que l'on devait couper d'accord également dans sa hadith donc aussi augmenter la voiture à l'eau qui m'émission la bête un wat à ici le sens est clair qui est que le prophète de la salem a fait du du fait de mettre autour de la bête 1 uatar cette forme de corde avec la croyance de وقولوه في هذا الحديث فإن محمد بريء منه هذا من الألفاظ التي تدل على أن هذا الفعل من الكبائر لأن مما يستدل به على كون الفعل أو القول من الكبائر أن يقان عن مرتكبه الله ورسوله منه بريئان أن يتبرأ أو يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه لأن ذلك يدل على عظم المعصية وأن الشرك الأصغر من الكبائر كما أن الشرك الأكبر من الكبائر والكبائر العملية التي ليس معها يعتقاد كالزنا والسرقة وشب الخمر هي من حيث جنس المحرم والكبيرة أقل مرتبة من الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر ولهذا نقول إن جنس الشرك الأصغر كاتخاذ التمائم أو نحو ذلك هذا جنسه أعظم من حيث الذنب والكبيرة من جنس الكبائر العملية التي لا يصحب فاعلها حين فعلها يعتقادون كالزنا والسرقة وشب الخمر وما أشبه ذلك طيب donc la parole ici de محمد صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit certes محمد ce désavou de lui d'accord ce désavou de lui c'est à dire de celui qui noue sa barbe qui attache autour de sa bête un watar et jusqu'à la fin du hadith jusqu'à la fin du hadith et je vais traduire incha'Allah ou celui qui se purifie avec les crottins d'une bête ou un os certes محمد ce désavou de lui donc ici l'expression محمد ce désavou de lui fait partie des expressions qui indiquent que ces actes là font partie des péchés majeurs font partie des péchés majeurs donc parmi les les signes et les indications qui nous montrent que cet acte ou que cette parole fait partie des péchés majeurs et bien le fait que l'on dise à propos de celui qui les a fait par exemple Allah et son messager ce désavou de lui d'accord ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce désavou de lui d'accord donc cette expression là nous indique déjà la gravité de ce péché nous indique aussi que le shirk le polythéisme mineur fait partie aussi des péchés majeurs bien sûr comme le polythéisme majeur fait partie des péchés majeurs taïe il faut savoir une chose qui est que el kabair el amaliyya les péchés que l'on appelle les péchés majeurs amaliyya c'est à dire au niveau des actes c'est à dire qui ne comportent pas de croyances particulières hein telles que la fornication le vol la consommation d'alcool donc ces trois péchés là la fornication le vol la consommation d'alcool au niveau de leur nature de péché au niveau de leur interdiction et de leur statut de péché majeur et bien il faut savoir qu'ils sont à un degré inférieur au niveau de leur nature au niveau de l'interdiction au niveau de la gravité ils sont à un niveau inférieur par rapport au shirk el asra par rapport au polythéisme mineur et bien sûr à plus forte raison par rapport au polythéisme majeur c'est la raison pour laquelle nous disons que la nature du shirk el asra comme le fait de prendre de mettre des talismans ou autre que cela et bien sa nature elle est plus grave au niveau du péché elle est plus grave au niveau de la gravité et de la grandeur du péché cela est plus grave que quoi ? cela est plus grave que les péchés majeurs au niveau des actes et qui ne sont pas accompagnés bien sûr lors de leurs actes de croyances particulières tels que la fornication le vol la consommation d'alcool encore une fois autre que cela ok le mention de l'am c'est فيه فضيلة قطع التمائم وذلك لأنها شرك بالله جل وعلا والشرك الأصهر مدخل للنار وفاعله متواعد بالنار كما في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ونحو قوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وفي نحو قوله أيضا من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار فمن قطع تميمة من عنق من علقها فهو في مقام اعتاق رقبة هو في مقام اعتاق رقبة ذاك الذي قطعت منه التميمة من النار لأنه استوجب بذلك الفعل استوجب بذلك الفعل وعيد بالنار فإذا قطع التميمة كان جزاؤه من جنس فعله فكما أنه أعتق رقبة هذا المسلم من النار فإذا قطع التميمة من النار فترة على الصفحشدون من النار pourquoi ? parce que تمام on l'a vu c'est du shirk c'est de l'associationnisme الله سبحانه وتعالى et le shirk mineur fait entrer en enfer et celui qui le fait il est sous la menace de l'enfer comme dans la parole d'Allah dans le sens rapproché certes Allah ne pardonne pas لذلكًا نور شخص نقول نقول اليس속 كان يموت كان خلق من أنك ان العوك English و 160 الدت Rum النقول عند ANS من ان ال73 ا lac طلق والسلطة نخلق يمكن قوم south لازم يكون قد يكون المقصد أفخرين ويدلعه إنه سيء أفخرية هذه أفراده يكون أفخفي عدم أفخرى يكون قد دان دانسة يتبع لتحديد لتخلص تقلص أحضر تلميما فهو سيجارة و مطلق تلاسيك كالية فهو سيجارة و مطلق تحديد كم يمفر من خلص تلميما et bien il est récompensé également par la récompense de l'affranchissement d'un esclave طيب هذا واضح كما قال شيخ العثيمين وجه المشابهة بين قطع التميمة وعثق رقبا أنه إذا قطع التميمة من إنسان فكأنه أعتقه من الشرك طيب ففكه من النار ولكن يقطعها باللتيه أحسن لأن العنف يؤدي إلى المشاحن والشقاق إلا إن كان ذا شأن كالأمير والقاضي والنحوي ممن له سلطة فلو أن يقطعها مباشارة donc une chose importante ici كالترشيخ العثيمين الحمه الله تعالى il l'a dit ici donc déjà la comparaison elle est claire entre le fait de couper une amulade et le fait d'affranchir un esclave كالترشيخ العثيمين سلطة elle entraîne toujours surtout de nos jours elle entraîne toujours les querelles la dispute d'accord donc toi si tu trouves quelque chose une amulette un talisman dans la voiture de quelqu'un ou dans la maison de quelqu'un ou autour du poignet de quelqu'un ou de son cou il n'y va pas avec violence il n'arrache pas cet objet là avec violence avec rudesse parce que cela entraînera forcément des disputes une querelle ou une distanciation taillée sauf si bien sûr tu fais partie des gens qui possèdent une autorité tel que le gouverneur le dirigeant le juge ou autre qui détient une autorité particulière dans ce cas là bien sûr tu pourras couper cet objet là cet talisman directement parce que tu en as le droit alhamdulillah mais sinon tu dois faire cela avec de la meilleure des manières et avec diplomatie en expliquant à la personne en détaillant en lui ramenant les preuves en lui parlant en discutant avec elle taillée en essayant de comprendre déjà pourquoi elle fait ça et ainsi de suite taillée sal features et c'est on cetera dans le dans le ça est là elle est on l'all لمنقطعها تميمة من رقبة إنسان فيكون ذلك من قبيل المرسل يعني من قبيل المرفوع والسعيد بن جبير تابعي من أصحاب ابن عباس فيكون مرسلا وفي حجية المرسل كلام فالإمام أحمد ومالك يحتجون بالمرسل وكذلك الإمام أبو حنيفة يحتج بالمرسل ومنهم من يجعل له شروطا كشافعي ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعنى معروفا في الباب كما ها هنا طيب نعم دونك يجيسي cette parola de سعيد بن جبير رحمه الله تعالى هذا الحديث لا بالعقد لماذا؟ لأنه لديه مرسل ومثلت هناك سعيد بن جبيب على سعيد رحمه الله تعالى لديه مرسل ودخل من هذا حديث يقوله مرسل يقوله مرفوع وقاله يقوله مرسل وقاله يقوله يكون مستغل قليلاة لم تتمتم التذكين على خادم اكثر من أعين أو خادمة يفضل أنه في شعري سعيد الدجيب رحمه الله تعالى سعدت سعيد سعدت المحصن تحت لك سعدت المحصن لأسفر سيد لأسفرا أسفر الخťه صلى الله عليه وسلم que ce soit une parole, un acte une approbation تا� Isha que le Tabiri soit faire partie des petits Tabirine des plus jeunes ou des plus âgés d'accord donc ça c'est la définition la plus connue notamment chez المحدثين les savants des hadith نعم faut savoir que les savants ils ont divergé sur peut-on كما يمكن أن ندعم عادة يوضع خلال حدث مرسل؟ لا يقال من البشرين و إمام أحمد مرسل و أن يقول من فرحة الرحة للمشاهدة وإمام أبو حنيفة يقولون ترجمة نانسي قنقر 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 علي السلام pourquoi encore une fois parce que ce genre d'informations contenues dans le hadith ici de Saïd ibn Jubair ne peut pas être touché par l'effort de réflexion d'accord donc la première parole c'est celle qui est connue et ce genre de de hadith on dit qu'il est morsel et on a vu les divergences au niveau de est-ce qu'on peut s'argumenter ou pas avec un hadith mursle. المهم قوله وله يعني لوكيع عن إبراهيم هو إبراهيم النخاعي تلميذ ابن مسعود وإبراهيم النخاعي عالم أهل الكوفة بعد ابن مسعود قوله كانوا يكرهون التميمة كلها من القرآن وغير القرآن وقوله كانوا يعني أصحاب ابن مسعود كالأسود وعلى قمة وكالربيع ابن خثيم وكعبيدة السلماني ونحوي هاولا puis il dit à la fin du chapitre et selon lui également c'est-à-dire selon وكيع رحمه الله تعالى عن إبراهيم selon إبراهيم c'est-à-dire إبراهيم النخاعي رحمه الله qui était un des élèves d'Ibn مسعود إبراهيم النخاعي رحمه الله il détestait toutes les amulettes qu'elles soient du Qur'an ou pas ou pas ما نزال يستشفى به على هذا الواج إنما يستشفى به على ما جاء به إشارة et pour finir إشارة الله تعالى il a dit إشارة الله تعالى رحمه الله تعالى qu'aujourd'hui à notre époque les gens n'accrochent plus le Qur'an pour se soigner comme pouvaient le faire à l'époque certains salafs aujourd'hui ne le font plus pour se soigner mais c'est juste pour soi-disant rechercher de la baraka de la bénédiction ou pour tout simplement embellir sa maison embellir sa voiture ou s'embellir soi-même comme ceux qui mettent des chaînes en or ou des bijoux sur lesquels il y a écrit le nom d'Allah tabarak wa ta'ala ou le verset d'Al-Kursi ou carrément le Coran entier d'accord donc toutes ces choses là font partie des innovations religieuses car le Qur'an n'a pas été descendu pour que l'on se soigne de cette manière il a été descendu pour qu'on se soigne avec de la manière qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a légiféré na'am hamdou'Allah on va s'arrêter là pour aujourd'hui on va lire les commentaires la semaine prochaine sur les différents enseignements de ce chapitre incha'Allah ta'ala avant de passer on on شكرا